بدأت قوات النظام مدعومة بطائرات روسية بعملية عسكرية في منطقة مرج السلطان في ريف دمشق ما أدى إلى تهجير معظم سكان البلدة إلى القرى والأماكن المجاورة حيث لم يجد معظم هؤلاء أي مأوى لهم سوى الشوارع وبعض أنقاض البيوت المقصوفة مزيد من الوضع عن وضع الأهالي المهجرين في تقرير مراسلنا جواد العربيني كانت بلدة مرج السلطان ملجأ للنازحين من عنف النظام قبل أن يبدأ النظام عملياته العسكرية المدعومة بطائرة يقول السكان إنها ذات قدرة تدميرية كبرى هذه المدرسة كانت ملاذا آمنا لخمس عشرة أسرة نازحة أصبحوا بلا مأوى كنا مدرسة زدين صار الضرب علينا والقصف والولاد صارت تخاف وما ظل علينا حوالينا والمدرسة كلها نزحات وردين رجعنا على مدرسة المريج قاعدنا هناك كمان والضرب صار علينا ظلنا هناك سنتين ونصف زدين والمرج كمان ظلنا شي سنوي وردين نزحنا كمان عنا خمسة عشر عيلة قاعدين هناك كمان وخلي على الله وكله طلع وما فيش هناك لا لحنا ولا هنن والوضع خلي على الله حال أمي عماد وأمي غفران تبدو أسوأ بكثير فهما من دون مأوى تبيتاني مع أسرتهما في الشارع جابونا المدرسة بالمرج ظلينا سنة ونصف ردين نزحنا لهون صار الطيران علينا يضرب هناك بالمرج بالمدرسة ردين نزحنا لهون وخالدين شوفت اليومكم مش شوارع يعني لا عنا بيوت لا عنا غراض لا عنا شي والله ما يجينا طيران احنا ما نطلع بالجو ما منشوف طيارتين ثلاثة سوا بالجو كل طيران سوري أجنبي ما منعرف وتضرب علينا الطيارة ودمرت العالم دمرت الشباب دمرت بيوتنا أصوات غريبة ضربوا علينا نابل عنقودية الراجمة كمان كثير كمان ما تضرب علينا ذبحة العالم ذبي حدمت لبيوت بشيلك طيارة هاي بقولوا لمروحية ما بعرف قولنا أكثر من 900 أسرة هجرت من بلدة مرج السلطان خلال خمسة أيام بعد حملة القصف العشوائي لطائرات النظام التي تزيد من وطأة النزوح ومأساة الحصار جواد لاربيني أخبار الآن ريف دماشق اشتركوا في القناة